نعترف بالخطأ والذنب نقدم اعتذارنا وتعازينا لذوي الضحايا وأننا ما أردنا ضحاياكم ولا قصدناهم وليس من ديننا هذا ولا خلقنا ونتحمل كامل المسؤولية عما حدث في المستشفى من دفع الديات والتعويضات والعلاج وغير ذلك كل ما يأمرنا به شرعنا سنقوم به فنحن دعاة شريعة ولسنا أدعيها هذه النقطة الأولى أما النقطة الثانية فالهجوم كان على وزارة الدفاع ولم يكن على المستشفى فمستشفيات الوزارة ملأة في البلد ولو أردناها لهاجمناها وهي دون أي حراسة تذكر نحن هاجمنا الوزارة وتحديدا مبنى قيادة وزارة الدفاع هذا المبنى الذي تدار منه غرف التحكم بالطائرات بدون طيار وهذه الوزارة التي تحولت من وزارة تدعي أنها تحمل بلاد والعباد إلى وزارة لتوزيع الشرائح للطائرات الأمريكية المبنى